في لعب برضو بصراحة ما بيخدش حق ورغم ان هو ممكن نقول عليه بين كوسين مع كامل الاحترام للجميع هو الاوحد ان هو المهاجم الاوحد في المنطقة مصر الوقت مصطفى محمد هو الوحيد المحافز على مكانه في التشكيلة السية مصطفى محمد ادواره في الملعب اصبحت ادوار رائعة جدا بجلب ادواره التكتكية هو كمان عنده ندوج مش طبيعي جدا من راحلة احتراف ما زالت قصيرة يعني لسه ما كبرتش بس فيه ندوج مش طبيعي لمصطفى محمد في الملعب ده حقيقي مصطفى محمد من اكتر اللعيبة لمظلومة اعلاميا بشكل كبير جدا ان هو يتسلط عليه الدوق لان هو كريم مدى التطور الفضيع اللي حصل فيه محمد مصطفى محمد في فرنسا بعد ما كان مميز جدا مصطفى محمد في العاب الهوى فقط كان مميز جدا في ان هو يطلع ياخد التكوف يطلع ياخد الجمب مميز جدا بيلعب بدماغه ولكن على ارض كان دايما مصطفى محمد بيش بنفس الجودة اللي بيلعب بيها لما بيكون الكور بتاعته علي مصطفى محمد ادواره مع روي فيتوريا مش لازم الفرود ان هو فقط ان هو فقط يحرز هذا الفرود ممكن ينزل في وسط الملعب يسحب معا حد يفضل المساحة اللي وراه الفرود ممكن ينزل يحط جسمه عشان ياخد فاولات ويشد الفرقة كلها الفرود ممكن ينزل يعمل محطة ويحاول ياخر التحول عشان خاطر الفريق يبقى فيه زيادة عددية ويبقى فيه المساحات الفاضية يبدأ المنتخب يطلع عليه هو ده الفرود مصطفى محمد النهاردة عمل مباراة اكتر من رائعة من الادوار التاكتيكية بشكل كبير مصطفى محمد كان منزل نص الملعب بيعرف يحافظ على الكورة بشكل كويس جدا حصل على فاولات كتيرة جدا منها الفاول اللي ادل منتخب مصر ان هو يحرز منه الفاول تعال نشوف بالحالة اربعة خمس لقطات لمصطفى محمد دوريك القوة الكبيرة جدا التطور بتاع الفاول هنا في الديئة بالزبط يا كريم في خمس شار في اول شوط الاقل هنا مصطفى محمد بيعرف يحافظ على الكورة كويس جدا لحد ما بياخد فاول بص الفترة دي رمع او رمع ساعة دي كان منتخب مصر مدغوط بشكل كبير جدا واحنا بنتكلم الحالات تمشي مفيش مشاكل فهو قدرته ان هو يقدر ياخد الكورة ويعمل فاول دي ما كانتش موجودة من سنة او من سنتين نفس الكورة هنا التانية يا كريم بص اعاوز اقولك على حاجة مصطفى محمد هنا كورة تقطعت منه نكمل الكورة نكمل الكورة اه ده الفاول اللي جي منه الهدف بتاع منتخب مصر كان في الديئة ستين ده الهدف اللي هو جيء فمصطفى محمد كان ليه دور كبير جدا هنا تكتيكي ولكن نكمل برضو بالحالات عشان اواريك التميز اللي كان فيه كبير جدا هنا برضو نفس الكلام الكورة مع منتخب الجزائر بص يا كريم ده كان اول دي اه اول تلات دي في الشوت التاني بص مصطفى محمد بص القطعة بص الضغط خد الكورة قطعة الكورة بص التحول مع اربعة بص بقى هنا قدرته على الاحتفاظ بالكورة حاول اخر نفسه لحد ما منتخب مصر كله طلع بص برضو حفاظه على الكورة بشكل رائع لعب الكورة لمحمد صلاح ومحمد صلاح ما تصرفش فيها بأفضل ما يمكن ولكن شفت التحول اللي بيعمله مصطفى محمد بص هنا برضو على الكورة الضغط الكبير اللي بيقدر يمارسه على فكرة اصعب حاجة لعب اي فريق بها لما يبقى عندك فيروت بلغة الكورة رخم ما يخليش لعبة نص ملع عبر اتنين مسكين عفل عبر راحته بص الضغط يا كريم بتاع مصطفى محمد قطع الكورة من الرجل في نص ملع بتاع منتخب الجزائر الكورة كانت ميتة أصلا وتحولت لمنتخب مصر ولعبها لمحمد صلاح ومحمد صلاح بيروح واحد على واحد وكانت كورة من اخطر فرص لمنتخب مصر هنا قيمة مصطفى محمد وقيمة الفيرود الفيرود مش تواجده بس جواهة 18 تواجده في الأدوار دايما اللي بيعملها برة 18 ودي تقريبا الكورة الأخيرة وعاوز أوريك برضو هنا مصطفى محمد هيستلم الكورة بص يا كريم هيتها هيفتح هيعمل كيبوس هيفتح الليعب على طول لمحمد حمدي وعاوز أوريك يا كورة هتقطع منه ولكن شوفه هو إزاي أجريسيف وعنيف جدا وشارس جدا فقطع كورة واسترجع كورة مرة تانية هنا كورة قالش تمنه طرع بص بص يا كريم بص العنف جاي داخل واخد الكورة على طول وتحولت الكورة هجمة المنتخب مصر تريزي جي ما تعملش فيها بشكل كويس فدور الفيرود مش فقط جواهة 18 ولكن ليه أدوار تكتكية كبيرة جدا هنا بقى دي آخر لقطة بص يا كريم مهرته في قطع الأوفصايد والفوتورك بتاعه وإنه هو يتحرك في الوقت المناسب تماما وهنا حمدي فاتحي نكمل الكورة بص يا حمدي فاتحي أول ما بيستلم الكورة هو على نفس الخط بص يا كريم على طول أمضار بسبرينت أول ما راجل بقى معها على نفس الخط ولكن هو ضيحها بس هو عملها حلو إنه هو رأس الأولينية ولكن هي كانت الأفضل إنه هو يلعبها مرة واحدة وهو ما توقعش كملها كمل إن الراجل بينسب يعني كمل الكورة وهو ما توقعش إن الراجل المساك بتاع منتخب الجزيرة اللي صراحة شالها بمنتهى الروعة يعني بس هو هنا عمل العادي بس هو كان ممكن يعملها تشيب أو ممكن يعلبها من وراء واحدة كانت بأسأل طيب مصطفى محمد أنا جبت لك يا كريم خمس لقطات لمصطفى محمد لقطات دفاعية لقطات للضغط العالي لقطات إنه هو بيحتفظ بالكرة جاب بفاول بتاع الجول وضيع انفراد يعني كل حاجة لعيب شبه متكامل كفرود لمنتخب مصر ومصطفى محمد زي ما جيمي تكلم محمد شناء في حتة مصطفى محمد كفرود منتخب مصر وفي حتة ثانية خلص وفيش حد قريب منه